بسم الله الرحمن الرحيم أبناء العزاء طلاب الصف الخامس من التعليم الأساسي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات درسنا لهذا اليوم بعنوان جمع الكسور العادية في هذا الدرس سنحاول معا أن نحقق الأهداف التالية أولا إيجاد ناتج جمع كسرين متجانسين أي لهم المقام نفسه ثانيا إيجاد ناتج جمع كسرين غير متجانسين أي مختلفين المقامات ثالثا إيجاد ناتج جمع عددين كسريين أولا نبدأ بالجزء الأول وهو جمع الكسرين المتجانسين متى يكون الكسران متجانسان؟ نعم يكون الكسران متجانسين إذا كان لهما المقام نفسه مثل ثلاثة أخماس وأربعة أخماس مثل سبعين وخمسة أسباع وهكذا ولكن في هذه الحالة عندما يكون الكسران متجانسين كيف تتم عملية الجمع؟ لنتابع المثال التالي ومن خلاله نتوصل معا إلى طريقة نجمع بها الكسرين المتجانسين اقرأ معي المسألة التالية وفكر في حل لها اشترى عزيز علبة جبن تحتوي على ثماني قطع فإذا أكل عزيز ثمني ما في العلبة في وجبة الإفطار وثمن ما في العلبة في وجبة العشاء فما هو الكسر الذي يمثل مجموع ما أكله عزيز من علبة الجبن في الوجبتين؟ إذا قرأت عزيز الطالب المسألة مرة أخرى فأستطيع أن أسألك ماذا اشترى عزيز؟ اشترى علبة جبن كم قطعة تحتوي؟ تحتوي ثمانية قطع ممتاز هل أكلها مرة واحدة؟ لا أكل منها قطعتين في وجبة الإفطار وأكل منها قطعة أخرى في وجبة العشاء ولكن ما هو المطلوب في هذا السؤال؟ تستطيع أن تعرف المطلوب من خلال أداة الاستفهام فما هو؟ هنا المطلوب فما هو الكسر الذي يمثل مجموع ما أكله عزيز من علبة الجبن في الوجبتين؟ أي أننا نريد أن نكتب مجموع ما أكله عزيز على شكل كسر عادي هنا علبة الجبن تحتوي القطع الثمانية وهتان القطعتين التي تناولهما في وجبة الإفطار يمثلهما الكسر ثمنين أو اثنين على ثمانية وهنا القطعة الثالثة التي تناولها في وجبة العشاء يمثلها الكسر ثمن إنها قطعة واحدة الآن أصبح قد تناول ثلاثة قطع نعبر عنها بالكسر ثلاثة أثمان إذا نستطيع أن نقول أن ثمنين زائد ثمن يساوي ثلاثة أثمان ولكن كيف حصلنا على هذه النتيجة؟ كيف نجمع ثمنين زائد ثمن فيكون الناتج ثلاثة أثمان؟ إذا لاحظت ذلك عزيز الطالب ستجد أن المقام ثمانية بقي كما هو لم نجمع الثمانية مع الثمانية وإنما بقيت كما هي لأن المقامين متشابهين لأن الكسرين متجانسين لهما المقام نفسه وماذا عن البسطين؟ ماذا عن بسط الأول؟ وبسط الثاني؟ أحسنت لقد تم جمع البسطين جمعنا اثنين زائد واحد يساوي ثلاثة والمقام بقي كما هو ثمانية إذن ناتج الجمع ثلاثة أثمان إذن نستطيع أن نعمم ذلك بشكل عام ونقول أنه إذا كان لدينا كسرين متجانسين ونريد أن نجمعهما فما علينا إلا أن نجمع البسطين ونبقي المقام كما هم مرة أخرى لجمع كسرين متجانسين أي لهم المقام نفسه فإننا نجمع البسطين البسط الأول مع البسط الثاني في حين أن المقام العدد الذي في الأسفل سيبقى كما هو إياك أن تخطئ وتقول نجمع البسطين ونجمع المقامين كما يتسرع بعض أبناء الأعزاء إنما نجمع البسطين ونبقي المقام كما هو فمثلا لو طلب مني أن أجمع ثلاثة أسباع مع سبعين ستلاحظ مباشرة أن الكسرين متجانسين لهم المقام نفسه ويساوي سبعة فسنكتب السبعة أولا المقام ثم سنجمع البسط الأول ثلاثة مع البسط الثاني اثنين ليكون الناتج خمسة أسباع كذلك الحال مع الكسرين أربعة أتساع وثلاثة أتساع ماذا سنفعل في المقام تسعة نعم سنقيه كما هو وماذا سنعمل في البسطين الأربعة والثلاثة سنجمعهما أربعة زائل ثلاثة ويساوي سبعة فيكون الناتج سبعة أتساع هل نستطيع أن نكتب الناتج مباشرة سبعة أتساع يمكن أن تجمع شفويا البسط الأول مع الثاني أربعة زائل ثلاثة يساوي سبعة وتضع المقام تسعة كما هو الآن خمسة على أحد عشر زائل ستة على أحد عشر نفس الشيء سنجمع البسط مع البسط خمسة زائل ستة أحد عشر والمقام أيضا أحد عشر إذن ناتج الجمع هنا يساوي أحد عشر على أحد عشر وهذا الكسر كما تلاحظ فإن بسطه يساوي مقامه وفي هذه الحالة فإننا نستطيع أن نكتب بدلا منه واحد صحيح إذن عزيز الطالب نستطيع أن نقول أنه إذا أردنا أن نجمع كسرين متجانسين فما علينا إلا أن نجمع البسطين الأول مع الثاني ونبقي المقام كما هو ولكن كيف يتم جمع كسرين غير متجانسين أي كسرين مختلفين المقامات هذا ما سنتعرف عليه بعد فاصل قصير ننتقل أبناء العزاء الآن إلى الجزء الثاني من هذا الدرس وهو جمع الكسرين غير المتجانسين أي جمع الكسرين الذين لهما مقامان مختلفة كيف ستتم عملية الجمع؟ في البداية قلنا أنه إذا كان الكسران متجانسين نجمع البسطين ونبقي المقام كما هو ولكن هنا المقام مختلف لا نستطيع أن نبقيه كما هو لذلك دعونا نستكشف معا طريقة من خلالها تتم عملية جمع الكسور غير المتجانسة فلو طلب مني مثلا أن نجمع ثلث ثلث مع ثلث لاحظ أن الثلث والثلث مقامهما مختلفة فهما كسران غير متجانسين نعبر عن ذلك بالرسم التالي الجزء المضلل من هذا الشكل الذي أمامك يمثل الكسر ثلث والجزء المضلل من هذا الشكل الذي أمامك يمثل الكسر ثلث نجمع الشكلين في شكل واحد هنا الثلث التي عبرنا عنها بالكسر ثلثين وهنا السدس باللون الأحمر فأصبح لدينا سدسان باللون الأخضر وسدس باللون الأحمر أي أن الجزء المضلل من الشكل الأخير يساوي ثلاثة أسداس أي أننا جمعنا سدسين زائد سدس ويساوي ثلاثة أسداس ولكن من أين حصلنا على السدسين كان في السؤال ثلث لماذا حولناها إلى سدسين نعم حولناها إلى سدسين لكي يصبح الثلث يساوي سدسين كسرا يجانس الكسر السدس الموجود معه لكي نستطيع أن نقوم بعمليات الجمع أي أننا نستطيع أن نقول أننا إذا أردنا أن نجمع كسرين غير متجانسين يجب أن نجعلهما في البداية كسرين متجانسين نحولهما إلى كسرين متجانسين ثم نقوم بعملية الجمع كما في الجزء الأول جمع البسط مع البسط وإبقاء المقام كما هو إذن مرة أخرى لجمع كسرين غير متجانسين يعني مختلفين المقامات نحولهما أولا الخطوة الأولى إلى كسرين متجانسين وبعدها تصبح عملية الجمع عملية سهلة وبسيطة فمثلا لو طلب مني أن أجمع ربع زائد خمسة أثمان لعلك تلاحظ أن هنا المقامين مختلفة أربعة والمقام الثاني ثمانية نبدأ بالخطوة الأولى وهي تجنيس الكسرين أي جعلهما كسرين متجانسين كيف تتم عملية تجنيس الكسور؟ نعم بإيجاد المضاعف المشترك الأصغر للمقامين فما هو المضاعف المشترك الأصغر للمقامين أربعة وثمانية؟ لعلك لاحظت أن العدد ثمانية وهو العدد الأكبر يقبل القسم على العدد أربعة وبالتالي فإن الثمانية هي نفسها تعتبر المضاعف المشترك الأصغر للعددين أربعة وثمانية إذن المضاعف المشترك الأصغر للعددين أربعة وثمانية يساوي ثمانية الآن نقوم بعملية التجنيس الكسر ربع مقامه أربعة نريد أن يصبح مقامه ثمانية كيف يتم ذلك؟ نعم بضرب كل من البسط والمقام في 2 فربع نضرب بسطها ومقامها في 2 بينما الخمسة 8 لا داعي لضربها في أي شيء لأن مقامها 8 الآن الكسر الأول يصبح 2 على 8 نجمع معه الكسر الثاني 5 على 8 فيكون ناتج الجمع البسط مع البسط 2 زايد 5 بساوي 7 ونبقي المقام كما هو فيكون ناتج الجمع يساوي 7 أثمان إذن عزيزي الطالب مرة أخرى الكسرين الغير متجانسين نحولهما أولا إلى كسرين متجانسين ثم نقوم بعملية الجمع كذلك الحال مع جمع ربع زائد خمسين نبدأ مباشرة بإيجاد المضاعف المشترك الأصغر للمقامين 4 و 5 هل الخمسة تقبل القسمة على 4؟ طبعا لا ولعلك تلاحظ أيضا أن المقامين 4 و 5 هما عددان متتاليان عددان متتاليان يأتي الخمسة بعد الأربعة في هذه الحالة فإن المضاعف المشترك الأصغر للأربعة والخمسة يساوي حاصل ضربهما يساوي 20 إذن المضاعف المشترك الأصغر للمقامين 4 و 5 يساوي 20 الآن نقوم بعملية التجنيس الكسر ربع حتى يصبح مقامه 20 يجب أن يضرب بسطه ومقامه في 5 فربع ضرب 5 على 5 و 5 نضرب بسطه ومقامه في 4 فيكون الكسر الأول 5 على 20 والكسر الثاني 8 على 20 وناتج الجمع 5 زائل 8 يساوي 13 والمقام 20 كماهو إذن ناتج الجمع يساوي 13 على 20 الآن سؤال آخر نريد أن نجد ناتج جمع الكسرين سدوسين زائد أربعة أتساع نريد في البداية أن نجد المضاعف المشترك الأصغر للمقامين 6 و 9 ما هو المضاعف المشترك الأصغر للعددين 6 و 9؟ لا تتسرع بنية وتقول 54 هذا الكلام ليس صحيحا في كل الأحوال إذا كان لدينا عددين مثل ال 6 و 9 بينهما عوامل مشتركة فكل من ال 6 و 9 تقبل القسم على 3 في هذه الحالة يجب أن نبحث عن المضاعف المشترك الأصغر لهما إحدى هذه الطرق أن نكتب مجموعة من مضاعفات ال 6 مثل 6 و 12 و 18 و 24 إلى آخرين ونكتب مجموعة أخرى من مضاعفات ال 9 مثل 9 و 18 و 27 و 36 إلى آخرين أول عدد يتكرر في هذه المضاعفات هو العدد 18 كما تشاهد أمامك إذن المضاعف المشترك الأصغر للعددين 6 و 9 يساوي 18 الآن نقوم بعملية تجنيس لهذين الكسرين الكسر 6 الذي مقامه 6 نريد أن يصبح مقامه 18 كيف يتم ذلك؟ نعم كما ذكرنا نضرب كل من البسط والمقام في 3 كذلك الحال مع الكسر 4 على 9 سنضرب وسطه و مقامه في العدد 2 لكي يصبح المقام يتحول من 9 إلى 18 إذن الكسر الأول السدوسين سيصبح 2 ضرب 3 على 6 ضرب 3 و يساوي 6 على 18 والكسر الثاني 4 ضرب 2 على 9 ضرب 2 و يساوي 8 على 18 الآن ناتج الجمع تجمع البسط مع البسط 6 زايد 8 أربعة عشر والمقام 18 يبقى كماه ناتج الجمع الآن 14 على 18 وهو ناتج جمع صحيح إلا أننا نلاحظ أن البسط والمقام 14 و 18 يوجد بينهما عامل مشترك أي أن كل منهما يقبل القسمة على 2 لذلك نحاول أن نبسط هذا الناتج و نكتبه في أبسط صورة و ذلك بقسمة كل من البسط المقام على 2 طبعا كما تعرف 14 تقسيم 2 يساوي 7 و 18 تقسيم 2 يساوي 9 فيكون ناتج الجمع يساوي 7 أتساة إذن عزيزي الطالب عرفنا حتى الآن في الجزء الثاني من هذا الدرس أننا لكي نجمع كسرين غير متجانسين يجب في البداية أن نحولهما إلى كسرين متجانسين لكي يسهل عملية الجمع ولكن ما هو الحال إذا أردنا أن نجمع عددين كسريين هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير ننتقل أبناء العزاء إلى الجزء الثالث والأخير من هذا الدرس وهو جمع العددين الكسريين في البداية ما هو العدد الكسري ومما يتكون العدد الكسري كما تعرف عزيزي الطالب يتكون العدد الكسري من جزئين هما عدد صحيح وكسر عادي عدد صحيح وكسر مثل العدد 4 صحيح وخمسة أثمان إنه يتكون من جزئين الأربعة هي الجزء الصحيح نقول عنها أربعة صحيح والجزء الثاني خمسة أثمان وهو الكسر إذن العدد 4 صحيح وخمسة أثمان يتكون من جزئين هما أربعة صحيح وخمسة أثمان ولكن كيف تتم عملية جمع عددين كسريين؟ إذا أردنا أن نجمع عددين كسريين معا كيف تتم عملية الجمع؟ تتم عملية جمع الأعداد الكسرية بجمع الأعداد الصحيحة معا وبجمع الكسور معا أي أننا نجمع العدد الصحيح مع العدد الصحيح ونجمع الكسر مع الكسر فإذا كان الكسرين متجانسين نجمعه بطريقة جمع الكسرين المتجانسين وإذا كان مختلفين نجنسهما أولا ثم نجمع لنلاحظ المثال التالي جد ناتج جمع 2 صحيح و 7 أتساع مع 3 صحيح و 3 لاحظ هنا يوجد لدينا عددان كسريات العدد الكسري الأول 2 صحيح و 7 أتساع والعدد الثاني 3 صحيح و 3 ألا أن نستطيع أن نبدأ بجمع العدد الصحيح 2 مع 3 يساوي 5 ولكن كيف سنجمع 7 أتساع مع ثلاث نعم لا بد في البداية من تجنيس هذين الكسرين فما هو المضاعف المشترك الأصغر للعددين 7 وتسعة لعلك تعرف أن العدد 9 يقبل القسمة على 3 إذن المضاعف المشترك الأصغر للعددين 3 وتسعة يساوي 9 الآن نقوم بعملية التجنيس العدد الكسري 2 صحيح و 7 أتساع لا داعي لضربه في أي شيء لأن مقامه 9 أما العدد 3 صحيح و 3 فإننا سنضرب الكسر ثلث البسط والمقام كل منهما سنضربه في ثلاثة إذن يصبح لدينا ثلاثة صحيح كما هي تبقى والثلث نضرب البسط والمقام في ثلاثة فالعدد الأول 2 صحيح و 7 أتساع الآن ناتج الجمع يساوي 5 صحيح و 10 أتساع هذا هو ناتج الجمع ولكن لعلك تلاحظ أن الكسر 10 أتساع بسطه أكبر من مقامه وبالتالي نستطيع أن نأخذ منه 9 أتساع نحولها إلى 1 صحيح نضيفها للخمسة صحيح فتصبح 6 صحيح ويبقى من العشرة أتساع 9 واحد فيكون الناتج في أبسط صورة يساوي 6 صحيح و 9 إذن عزيزي الطالب لجمع عددين كسريين نجمع العدد الصحيح مع العدد الصحيح ونجمع الكسر مع الكسر لنشاهد معا أو نتابع معا السؤال الأخير التالي اشترت عزة قصة وعزة تحب قراءة القصص المفيدة مثلكم تماما فإذا قرأت عزة نصف القصة في اليوم الأول وقرأت خمسة القصة في اليوم الثاني وقرأت ثلاثة أعشار القصة في اليوم الثالث فهل قرأت عزة القصة كاملة؟ ماذا صنعت عزة بالقصة؟ قرأتها ولكن على ثلاثة مراحل لم تستطع أن تكملها في يوم واحد فقرأت نصفها أولا في اليوم الأول ثم خمسة ثم ثلاثة أعشارها والسؤال يطلب منك أن تعرفه هل انتهت عزة من قراءة القصة أم لم تنتهي؟ متى تكون عزة قد انتهت من قراءة القصة؟ تكون عزة قد انتهت من قراءة القصة إذا كان مجموع الكسور الثلاثة نصف وخمس وثلاثة أعشار عبارة عن كسر بسطه يساوي مقامه أو يساوي واحد صحيح أما إذا كان البسط أصغر من المقام فإن عزة تكون لم تنتهي بعد من قراءة القصة لذلك حل هذا السؤال بجمع الكسور الثلاثة مجموع ما قرأت عزة في الأيام الثلاثة يساوي نصف زائد خمس زائد ثلاثة أعشار هذه ثلاثة كسور غير متجانسة نريد أن نجمعها معا ما هو المضاعف المشترك الأصغر للأعداد اثنين وخمسة وعشرة؟ أحسنت إنه نفس العدد عشرة لأنها تقبل القسمة على كل من اثنين وخمسة طيب النصف يساوي كم على عشرة؟ يساوي خمسة على عشرة والخمس يساوي كم على عشرة؟ يساوي اثنين على عشرة والثلاثة أعشار سنبقيها كمان جد ناتج الجمع نجمع البسوط الثلاثة معا خمسة زائد اثنين زائد ثلاثة كم يساوي عشرة؟ والمقام عشرة إذن ناتج الجمع يساوي عشرة على عشرة ويساوي واحد صحيح معنى ذلك أن عزة قد انتهت فعلا من قراءة هذه القصة إذن أبناء الطلاب تطرقنا في هذا الدرس إلى ثلاثة مواضيع مهمة وهي إيجاد ناتج جمع كسرين متجانسين الذين لهم المقام نفسه وتتم عملية الجمع بجمع البصت مع البصت وإبقاء المقام كماه ثم تعرفنا كيف نجمع الكسرين غير المتجانسين وقلنا أنه يجب في البداية أن نجعل الكسرين الغير متجانسين نحولهما لكسرين متجانسين ثم نقوم بعملية الجمع وثالثا تعرفنا كيف نجد ناتج جمع عددين كسريين وقلنا نجمع العدد الصحيح مع العدد الصحيح ونجمع الكسر مع الكسر في الختام لا يسعني إلا أن أتمنى لكم دوام التفوق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة